نطمن برضو الناس يا كريمة على اللعيبة بتاعنا دكتور أحمد أبو عابلة طمننا إن خالد عبد الفتاح جاهز خلاص للمشاركة في مباراة بتاعة القطن الكاميروني وده كان مهم جدا إحنا نطمن كمان على إن السكوال بتاعنا كامل كمان إن هو أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجامعية كان بشكل يعني كامل ده طبعا كان أثر الإصابة وإثر الإصابة اللي كانت بجزعة في الروباط الداخلي للرجبة ومناسبة طبعا الإصابة بتكون مش قلطة في حاجة أبدا بس الحمد لله إن احنا اتطمننا كمان لو هنروح لحسين الشاحات وشارك في تدريبات للكرة بعد ما قالها كمان يعني برنامج تأهيلي اللي خضع عليه بسبب برضو الإصابة في عضلة السمانة يعني رجعونا بإذن الله أو يرجعونا كمان مش بس بالسلامة رجعونا بنفس المستوى ومستوى أفضل بإذن الله الفترة اللي جاي احنا محتاجين يعني الفول باور زي ما بيتقال بتاع كل لاعب عندنا وخلينا أقول لحضراتكو كمان إن في جي ناس كانت بتتسائل هو كان الجهاز الفني فضل عدم المخاطرة باللاعب يعني حسين الشاحات في مباراة سانداونز لكن باللوقتي نقدر نقول الحمد لله هو عاد وجاهز لمباراة الكوتن الكاميروني إن شاء الله يرجع كما تعودنا منه حسين الشاحات بيتقلق دايما في نبريات القرية بصفة خاصة فإن شاء الله يعني يرجع بالسلامة